يعني آتيته بوظيفة سهلة جداً يمتنع والله يمتنع صح 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 نعم وهذا مشهود صح صح ومشوفوه صح والله هذا مشهود في واقعنا نعم هذا مشهود فيها لأن الإنسان الكسول يعني تساوت عنده الأيام صح الأيام تساوت عنده ينسى التاريخ يقول لك يدخل وش رأنا اليوم يا عرش نعم وأصبح لا يبالي لهذا من الأمور المهمة التي ينبغي أن ننبه عنها وأن كثير من الصبيان الآن الصغار يسألون الكبار المال الآن نعم يعني لا بد الآن للأولياء يعني أن يتنبهوا لهذا وأن يدركوا هذا الأمر لأن الصبي إذا اعتاد الآن من الآن يسأل مثلا أعطني خمسين دينار أو مئة دينار أو كذا كل يوم أصبحت له هذا وصح يعني الآن في واقعنا مشاهدة صح نعم فهذا الصبي سينشأه على هذا الأمر صح نعم والعياذ بالله فالآن يصبح يعني الآن يتكفف ويسأل الناس ويمتد به الأمر حتى إلى كباره وممكن يترك الوظيفة يعني لكن بعض الناس إذا سأل بين الفينة والأخرى لا بأس لا بأس لكن من صارت عادة فيه هذا كثير والله كثير لهذا الآن أخي صلاح يعني كثير من الأولياء الآن ممن فتح الله عليه في الأرزاق يعني إنسان هو غني يعني الآن هذا تجده الآن يكرم أولاده صح كراما لا بأس به أكيد أكيد صح نعم لكن حاول أن لا تعوده هذا الأمر نعم حاول أن تجعل له شركة مصغرة حاول أن تجعل له وظيفة يتكل عليها لأن الوالد هذا لا يدوم صح يعني يشتهد حتى نعم لكن إذا عودت ولدك هذا الأمر وتكاسل خاصة إذا لاحظت منه أنه يعني ينام كثيرا ولا يبحث عن الوظيفة نعم وهو أخلا يعني اتكل على أموال والده وكذا هذا والله أمر كذلك أمر خطير نعم ليس بالهيئة لهذا ابن قيم رحمة الله عليه يقول يعني قال الكسول أكثر الناس همّا وغمّا وحزن